السلام عليكم اليوم نحب أتكلم على منضوع بيهم كثير من الشباب اللي بتعلم اللغة الإنجليزية وهو منضوع الاختصارات في اللغة الإنجليزية بيسميها أو تسمى الاختصارات الاختصارات في اللغة الإنجليزية كثير جداً من الطلاب بيشتكوا من نقطة انهم بيفهموش الأجانب اللي بيتكلموا لغة الإنجليزية أو بيفهموش الأفلام الفيديو الأمريكية ويكون نقطة عادةً بيرجعوا الأمر على انه بيتكلموا هؤلاء الناس بشكل سريع الحقيقة انه هذا الكلام مصحيح الكلام هذا خطأ انه هما بيتكلموا بشكل سريع هذا الكلام لا مصحيح هما بيتكلموا لغتهم الطبيعية اللهم انه بيستخدموا الاختصارات اللهم انه اللي هو درسه اليوم في لغتهم تشكل لنا لذلك انا الأجانب الغير متحدثين بلغتهم تشكلنا صلوها في اننا نفهم هذه الاختصارات لذلك انا هتكلم على بعض النقاط واصلت الضوء عليها عشان الكثير ياخذ بانوا منها وهيبدأ يتضح له صورة تختلف تماما على الصورة السابقة انه اللغة الإنجليزية سريعة واللي بتكلموا الناس كلهم سريعين فمفهمش عليهم لا ركز معي وهتكون بالصورة ان شاء الله اوضح بكثير انت بتسمع عندما بيقول هل هو متزود؟ طبعا انت بتوقع منه انه يقول هل هو متزود؟ وهذا الكلام لا لا ما بتكلمش كده امريكان ولا فلا ما بيقولوش وميجسموش الكلام زين انتو وترجع هل هو متزود؟ هل هو متزود؟ مما يشكل خربطة عن بعض الطلاب اللي غير متعودين ما سافروش امريكا او دول اوروبا ولم يطبقوا كثير مع اجانب ما طبقوش اللغة معهم فيشكل صدمة بالنسبة لهم فيقول ايش معنى ايزي من مشعارف ان اصلها ايز هي ايز شي ايز شي ماري فيقول ايش معنى ايزي ايش معنى ايزي بينما هي اصلها ايز هي وقس على ذلك اشياء كثيرة اخرى يتم دمجها بلغة انجليزية فينتج صوت يختلف عنها توقعه انت في ابنك اختصار تختصار من هم انت في البصل هم انت في البصل هم من كل هشبه الطريقة لانت متوقعها امتضرها منهم كدلك دازي دازي داز هي اختصرت الى كلمة واحدة بدلما تخليها كلمتين داز هي اصبحت دازي وهذا يشكل صوت غريب وكلمة غريبة يتساءل البعض ما معنى كلمة دازي وليس هي دازي بينما هي داز هي داز شي تختصر الى ايش نحاول مع بعض دازي نعم داز دازي 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 مش فى الطريقة التي تتوقعها دازي لا نحسن كم بالفعل داد داد هل هو في الخفيف تتضرب عليها وهي هل كان هو حزين ما بنقول لشيخنا كم يلت ونقوم ساء يقول Zum 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 IuD И survives يُختِرِ على بالك كلمة الاخيرة Was she? Was she? Was she with you? Was she angry? هل كانت غطبة avenue? Was she with the class? لمَ يكبُلُوا يقولوا Can you? كامت الذي اتعارتون الى آخر يسرعوا البعض كايو كايو إذان فتركز معين الليmüş تكذكر انت اي عبارة عبارة واحد سألكت جيرا جيش كان يقولنها كايو بيقولن وليز مايعي indoors بيفصلوا ه全 الكلمة وان كايو بيقولن كايو فquiera بيقولن الموضYes قمت�ي好 yerde نفس الكلام قص عليها هذي؟ هذي؟ هذي? هذي؟ learned what he and? هاشي؟ has he.. has he has he got children has he got53؟ هذي هالفضحين؟ هاذ هالفضح هالفضح هالفضحين يعيش المشاكم؟ ضحظer ان هذلك ايضا سنكمل الموجول للاستقبل نحن نكون في الاستقبل I will جميعنا سنجسم الكلب بينهم وأحب ان يكتصرون أي ويل اختصر إلى I'll I'll call you أنا سوف أبصّل بعض كثير من الإسمع عن هذه وبعض الناس ما يركزوش على اللامة اللي يجي بعد ال I طبعا الويل اختصرت إلى L I'll الويل اختصرت إلى L I'll call you tomorrow morning I'll visit you I'll play with you I'll We'll نحن we will اختصرت إلى We will Tell him Tell him ما يقولوش tell him وهذه مشكلة أخرى أيضا We will tell him We will tell him We will give him We will give him عن بعض يقولك Give him give him هذي ما هيش كلمة هذي كلمة مدمجة Give him أصبحت give him Till him See him نحن نحن See him Did you see him هر ريته هر ريته هل سألت هل تسألها؟ هل ترى؟ هل ترى؟ هل تتحدث لهم؟ هل تتحدث إليه؟ ركز على هذه المقافة غير مفهوماً للغة اللي بيزعين تكبشة الكبير جداً أخذها لما أحد يتكلم معي شي خلاص أنا هاخذها أخذها 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 وأخذها يجبajت أهلاً في look أخذها استيجمال أخذها 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 لذلك أخذها 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 will get him will tailor طبيعي السرعة لو انت تتوقع ان المسألة سرعة ليس سرعة I'll take it السرعة بينهم مش طبيعين جدا I'll take it نفس الكلام على I've got I've got I've got a car I've got a car I've got a pin I've got a book هذا الموضوع غريب هذه لغتهم حاول تتعودينك عليها عساس تقرب كيف تتماشى معاهم I've got to get back هذه العبارة مشهورة شوكنا في الامريكية لما ماحد يتأخذ قوله I'm sorry أنا آسف لازم أرجع I am lay تعود عليها I've got to get back 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 لازم أرجع به بردو وصلت الموضوع باختصارات عندهم انه أصراً don't يختصر للdo not كما نعرف جميعين فسوما معادي بيقولوا ايه don't بيقولوا I don't I don't I don't know فرما واحد يقول where is Jennifer I don't know I don't understand you مش فهمة I don't know تركز انت على الار في هذه الكلمات أيضاً في هذه الأسئلات نحن نقول where وهذا خطب نحن نعطي كل حرف حقه في اللغة العربية الأمر يختلف في اللغة الإنجليزية لخفف الار كثير خصوصاً لو كان في آخر الكلمات كما في اللغة الإنجليزية where are you where are you where are you where are you how are you how are you how are you شوية شوية هتتعود معهم صد يقول لنا في البداية وبعدين طلاب كثير وصلوا إلى المرحلة كأنهم أمريكان وكأنهم عاش أمريكا وما رحوش أمريكا بس يركزوا على بعض المنقاط I can بعض المنقاط I can واحد يقول لك انتش تقدر تعمل I can speak English I can tie I can drive وليست I can ما فاهيم كثير أنا عارف أن الطلاب كثير يحصلوا هذه المشاكل النفي ممكن تجيبها بشكل أول I can't لكن المثبتة تقول I can I can write I can write I can read ركز على الأرض ما تكلمنا من أول هنا نحن نقول father وهذا خطأ الناس يقولوا my father my father my mother وليست mother father ركزوا عشان تحسوا لغتكم وتباني إنها لغة فعلا صحيحة my brother my brother وليست brother my sister my sister وليست sister كلمات كثير خد بالكم منها أنا أعطي قطر الإمكان بقى أحسر الموضع في النقاط خد بالك إذن أن في هندك حال يسمع who's اختصر لwho is كما نعرف who's that who's he who's she كثير بنسمع برضو what's ما عندش يستخدم what is لو تركزوا الأمريكان ما عندش يقول what is your name what's your name what's your job what's your telephone number what's your email what's your apartment number رقم شوقتك ركز برضو في الوصفة الأسئلة والوحد when did you go 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 where does he learn where does he learn where does he where does he where does he where does he أنا بعيدها عشان تبال لك الفرق there's a big problem there's a big problem there's a big problem there's a big problem اختصار لي there is تعود عليها حاول بدلا انك ما تتكلمش انك تقول he is there's it's حاول تستخدمت الطريقة هذه عشان بعد كده تكون تقريب من بغتهم مش هما بيتكلموا في جانب وأنت تتكلم في جانب آخر وهذا يشكل لك صلوب بعد تسمعها بعد كده problem طبعا وليس problem وليس غالبا ما يكون مفتوح شوية وليس مضمون كما يفهم بعض الناس وكثير من الناس هنا O بيكون problem what's your problem شو مالك الأمريكية تركزوا عليها what's the problem man what's your problem man what's your problem man ايش مشكلتك يا ربي اكبر اختصاريق اللغة الإنجليزية عجبين شوية غريبين هي I want to اللي اريد مشهور هذي I want واذي تسمعها باللاباني الأمريكية وباللاباني اللي بتسمعوا سولينيوديون وغيره I wanna اللي I want to I wanna say I wanna tell you I wanna go I wanna go أنا قريبين أذهب نقص الحصة I am going to وgoing to اللي تعني صوفة فتقول I'm gonna go أنا صوفة أذهب I'm gonna study She's gonna يا أستاذ ما بتكلموش بسرعة يا حبيبي ما بتكلموش بسرعة بيقولوا I'm gonna اختصار اللي going to وانا اختصار اللي want to كده لك إيرام I'd like I'd like اختصار اللي I would like لما انتبع حاجة انت أو انتبع حاجة من أي مكان Excuse me I'd like one peepsie please I'd like one pizza please Excuse me I'd like to talk to I'd like يعني هو I want هي نفس I want بس I'd like أنا أريد ولكن I'd like أكثر تأدبا مش مرضى مرضى خسارات كذلك ال-of وليست off ال-off بعوين ينطقوا هذي off وهي double if اللي معنات بكرة off بكرة إجازة لا هذه a lot of a lot of people a lot of people a lot of people a lot of people in London smoke cigarettes a lot of students الكثير من الطلاب like sport وهذا هذه الاختصارات لو تركز عليها هتجد أن بعد كده هتسهل عليك الأمور لما تركز على الأفلام it will be هتكون easier than you expect أسهل لما توقع and don't make it difficult لا تصدقوا الأمر عليكم ولا توقع لو زين وكما توقع من فوق الخاطئ أنه لا الموضوع موضوع اختصارات طبعا في نقطة غير كده بس هذه أكثرها شيوعا لو ركزت عليها وكما توقع وكما توقع وكما توقع وكما توقع